نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أغلب نتعلم والعلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عزيزي الطلاب أهلا بكم في حلقة تأسيسية قصيرة في التناظر اللفظي إن شاء الله اليوم هنتكلم على السؤال الرقم 92 من ضمن أفكار التناظر اللفظي السؤال يقول مصلون وإمام ما العلاقة بين مصلون وإمام المصلون يقودهم يقودهم الإمام زي الجيش يقوده القائد زي المدرسة يقودها المدير إذن زي الدولة يقودها الملك ولذلك هل القبطان يقودهم الملحون معكوسة لو الملحون هنا والقبطان هنا كان صارت صحيحة هل المتبعون يقودهم القائد؟ طبعاً وأن نحن متبعون متبعون من؟ من اللي بيقودنا القائد؟ لبالإجابة صحيحة هل الطلاب يقودهم المقاعد؟ لا يقودهم المعلم هل القطار يقودهم العربات؟ لا القطار يتكون من عربات إذن الإجابة باء الرياح هدأت إذا اشتدت الرياح عكسها هدأت الرياح يبال رياح إذا مكثت تسمى هدأت الرياح إذا ضعفت تسمى هدأت الرياح هذه العلاقة صفة يبال رياح نقول هدأت هل الأمواج عندما تقل الأمواج نقوله ركدت يبال إذن الرياح ظاهرة والأمواج ظاهرة طبيعية الرياح إذا ضعفت تسمى هدأت والأمواج إذا ضعفت تسمى ركدت هل الشهنة فقط طبعاً لا دموتها هل القوة خفيت انتهت لا طبعاً استقرت تجارة هنا معكوسة التجارة إذا التجارة استقرت يبال إذن الخطأ الهزيمة ما علاقة الهزيمة بالهروب الهزيمة تؤدي الهزيمة تؤدي إلى الهروب بعد الجيش ما ينهزم بيبدأ يهرب طب القهر يؤدي إلى القوة غلط هل النبذ يؤدي إلى الكراهية خطأ هل التركيز يؤدي إلى الفهم طبعاً ولذلك الهزيمة سبب والهروب والنتيجة التركيز سبب والفهم هو النتيجة هل العدل أذر طبعا كلمتين عكس بعض إذن نجابة خاطعة البلاغة والنحو البلاغة هي من أحد فنون أو علوم اللغة العربية كذلك النحو يبقى البلاغة والنحو والأتب إذن هذه تسمى فئة يعني فئة إن للتنين يا أستاذ من علوم اللغة العربية مثل إيه مثل الجبر والهندسة الجبر والهندسة إذن من أنواع أو من فئة علم الرياضيات هل الجيولوجيا والجغرافيا اللي إذنين ولد عامة فيها طبعا الجيولوجيا بتتحدث عن الأرض وطبيعة الأرض ومكونات الأرض كذلك الجغرافيا الزحد أحد المواد علم الأرض هل الفلسفة مادة والأدب مادة مختلفة التاريخ مادة والكيميا مادة مختلفة الفيزياء مادة مختلفة تماما عن الفقه ولذلك الإجابة إن الجغرافية والجغرافية اللي اتنين فيها تعلوم الأرض والبلاغة والنحو من علوم اللغة العربية اليد والقفاز ما العلاقة بين اليد والقفاز أخذنا هذا السؤال ولكن بطريقة مختلفة كد قفاز يد هنا يد خلي بالك بدأ بالعضو هنا بدأ بالعضو اليد والقفاز اليد يحيط بها القفاز هل العبادة يحيط بها الصراء؟ من أنواع العبادة الصراء؟ هل الحزاء يحيط بها هذه للأسف مع كوسة؟ مع كوسة القدم يحيط بها الحزاء الرأس يحيط بها القبعة طبعا هل العين يحيط بها النظارة؟ خلي بالك هنا خلي بالك هنا العين ليست علاقة إحاطة بها النظارة العين أمامها النظارة ستكون لجابة خاطئة ولكن إذا لم نجد رأس قبعة إذا لجابة عين نظارة ستكون صحيحة ولكن الأصحة طبعا إعلاقة إحاطة كاملة للرأس والقبعة واليد إحاطة كاملة بالقفاز الاستماع فهم ما علاقة أنت بتستمع إليه الآن ما علاقة الاستماع بالفهم الاستماع يؤدي إلى الفهم الاستماع يؤدي إلى الفهم أو تقول بعد الاستماع فهم يعني إذن تتابع انت بتستمع إن شاء الله بعد الاستماع هتفهم هل بعد الانصار حرارة لا معكوسة الحرارة تؤدي إلى الانصهار هل بعد التشغيل بتشغل السيارة ثم تنطلق يجب التشغيل يؤدي للانطلاق صح طب بعد التشغيل الانطلاق صح هل القصيدة تؤدي للشعر غلط القصيدة تحتوي على الشعر هل العلم عالم؟ العلم من صفة العالم قدم حذاء نفس السؤال ولكن تخلي بالك في الإجابات القدم يحيط بها الحذاء يحيط بها الحذاء خلي بالك كلمة بها دي مهمة هل الفستان يحتاج إلى مصمم؟ هل العين يحيط بها النظارة؟ هل يمكن؟ هل السماعة يحيط بها الأذن؟ هنا معكوسة هنا معكوسة لأن هنا بدأ بالعضو هنا لا طبعا هل القواعد جدار خطأ؟ ولذلك هنا طلعت الإجابة صحيحة خلي بالك في السؤال 96 هناك إجابة صحة ولكن 98 لا يوجد إجابة إحاطة إلا باء ولذلك ستخذها في الاختبار الكرسي كرسي السيارة أو مقعد السيارة هنا العلاقة تراضف الكرسي هو المقعد تراضف هل الفلات معناها صحراء؟ طبعا ممكن تكون أول مرة تسمع عنها من أسماء الصحراء البيداء ومن أسماء الصحراء التيه ومن أسماء الصحراء الفلات اللي هو البر يبقى الفلات هي الصحراء طبعا يحفظها هل الماء معناها ثلج؟ غلط يتحول إلى ثلج هل الصلاح فساد عكس بعض؟ الاجتاد يؤدي إلى التعب؟ يبقى إذن خطأ ولذلك الكرسي هو المقعد والفلات هي الصحراء أو البيداء أو التيه التيه أيضا بمعنى الصحراء السؤال الرقم 100 الخصارة ما لها الخصارة بالإفلاس؟ الخصارة طبعا سبب للإفلاس يعني تؤدي إلى تؤدي إلى الإفلاس هل المعدن يؤدي إلى الحديد؟ خطأ من أنواع المعدن الحديد هل المكسب يؤدي إلى الربح؟ انت كسبت وبنت عندك ربح طبعا حط خط هل النبذ يؤدي إلى القرية خطأ؟ هل القراءة تؤدي إلى المعرفة؟ أيضا صح هذا اللي تم فيه باء وذال إجابتين صحيحتين 100% سأقول لك نعم طبعا في إجابتين صحيحتين ولكن ماذا تنسب الخصارة؟ الخصارة ينسب المكسب واللقراءة في الكلمة يبقى الخصارة عكسها مكسب والإفلاس عكسها ربح إذن هل القراءة معرفة لا علاقة بالخصارة والإفلاس؟ لا طبعا يبقى إذن الإجابة الأقرب في الأفعال في معنى الأفعال الخصارة عكسها مكسب والإفلاس عكسها ربح يبقى إذن الإجابة هتكون الأصحي طبعا هي باء ممثلون ومخرج الممثلون يقودهم الممثلون يقودهم المخرج هذه يقودهم يعني يقودهم يعني المسؤول عنهم يرأسهم يرأسهم الراعي لهم يبقى الممثلون يقودهم المخرج زي قلنا إن البحارة يقودهم من الربان زي المعلمون يقودهم المدير الطلاب يقودهم المدير المصلون يقودهم الإمام الشعب يقوده الملك هل قريب بعيد عكس بعد؟ تجارة تجار لا طبعا هل الوزير يقودهم الحكومة خطأ؟ الوزير عضوا في الحكومة ولذلك البحارة اللي بيقودهم من في السفينة الربان والممثلون من اللي بيقودهم في التمثيل المخرج ولذلك الإجابة ستكون ألف امرأة عقامة العقمة هي المرأة التي لم تلد قد تكون كبرت في السن فلم تلد الامرأة عقمت يعني خلاص انتهى أمل الولادة نفقت شاه هذه معكوسة كيل ناقص خطأ البركة نضبت يعني خلاص ما فيها ماء والامرأة عقمت خلاص ما فيها ما في أمل للولادة ولذلك امرأة عقمت دي صفة صفة ولكن صفة احنا نراها انها سلبية طبعا للمرأة ولذلك المرأة صفتها انها مرأة عقيم بالبركة صفتها انها بركة نضبت يعني ما فيها ماء قريب بعيد عكس معكوسة اذا لجابة مش معكوسة عكس معد أقصد ولذلك البركة صفتها انها خلاص ما فيها ماء نضبت والامرأة عقمت القراءة علاقة بالوعي القراءة تؤدي إلى الوعي السبب للوعي الاجتهاد يؤدي للنجاح طبعا الفشل يؤدي للملع لا طبعا لا معكوسة معكوسة الإهمال هو الذي يؤدي للفشل سرور السعادة تراضف قيادة إدارة لا الإدارة تحتاج إلى قيادة ولذلك الإجابة خاطعة معلقة المهندس بالخريطة المهندس وسيلته أداته الخريطة هل القلم أداته كتابة لا وظفته الرسم أداته خريطة غلط البائع أداته السلعة طبعا وسيلته السلعة طبعا معلم طالب لا المعلم يقود الطالب ولذلك الإجابة حتكون جيم إلى هنا قد انتهينا من الحلقة التأسيسية القصيرة دمتم موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أضل ترجمة نانسي قنقر